أهلا بك سيد ياسين الوفد الكردستاني سيزور بغداد يوم غد لبحث الملفات العالقة يعني ما الهدف من الزيارة الاسيامة وأنها تستبق استضافة وزير الثروات الطبيعية في البرلمان الاتحادي تفضل مساء الخير ستنور تحياتي لكم وللمشاهدين طبعا الزيارة أقرت خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد وصول السفير الأمريكي إلى أربيل ولقائه بالقيادة الكردية وأيضا تواجد السفير الإيراني في أربيل كلنا دعينا في السابق إلى أن تكون هناك فعلا وساطة قوية يمكن أن تجمع أربيل وبغداد في ظل تفاهمات يمكن أن تكون جديدة أو تكون متطورة أكثر أو واضحة أكثر مما سبق في الزيارة شيء لافد هو حضور سيد نائب رئيس حكومة الإقليم وهو يحدث لأول مرة أن يكون وفد حكومة الإقليم وفد موحد من الحزبين الرئيسيين وهذا سيعطي وفد حكومة الإقليم قوة ودفعة إضافية إيجابية باعتبار أن من المشاكل التي كانت تعيق عمل حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية عدم وحدة وفد حكومة الإقليم أو فريق حكومة الإقليم أو بشكل أوضح عدم توافق الحزبين الرئيسيين المشاركين في تشكيل حكومة الإقليم لذا أرى الأجواء الآن كما قلت بعد وساطة يمكن أن تكون وساطة جيدة جدا وتوافق كردي كردي والذهاب بفريق موحد إلى بغداد ستكون له نتائج إيجابية أتصور أن الوفد سيرجع بنتائج إيجابية يمكن أن تكون كما قلنا بداية لعلاقة جديدة أو مرحلة جديدة من العلاقات بين أربيل وبغداد نتمنىها أن تستمر ولا يشهدها توترات بين الحين والآخر كما يحدث في السابق نعم طيب يعني سيد ياسين لماذا لا تكون المفاوضات بلغة الأرقام يعني المركز يتكلم أنه لم يستلم إيرادات من كردستان وكذلك الإقليم ينفي ذلك ما هذه التظارف الأقوال يعني ستنور يعني الأرقام موجودة يعني حكومة الإقليم خلال تسع وفود أرسلت إلى بغداد قدمت جداول يعني الوفود التي أرسلت لم تكن وفود سياسية إنما كان الوفود فنية وفود قانونية وفود إدارية كل هذه الوفود التي ذهبت إلى بغداد لم تكن وفود سياسية وإنما وفود أعطت أرقام يعني هناك نوعا ما مشكلة في سوء التفاهم بين الطرفين حكومة الإقليم تعتمد أن قانون المقاصة يعني خصم مستحقات أو بعض المستحقات من مستحقات إقليم كردستان مما يكون ضمن الموازنة العامة الحكومة الاتحادية ومع وجود صقور أو دوافع سياسية تريد أن تضغط أكثر على حكومة الإقليم وإدارة حكومة الإقليم من أجل تقديم تنازلات أكثر وإحراج حكومة الإقليم واستخدام مثلا موضوع الرواتف في هذا الاتجاه لذا فأنا أتصور أن هناك نوع ما سوء التفاهم أو سوء التفاهم حتى نستطيع القول أنها متعمدة أو تحت ضغط السياسي كل هذه الأمور يمكن أن تحل يعني هناك جلسة مشتركة في مجلس النواب العراقي لوزير المالية في حكومة الإقليم ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية ووزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير ثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة الإقليم كل هذه الجلسات ستكون فعلا جلسات أرقام لن تكون هناك جلسات سياسية لذا الخط السياسي الذي يمكن أن يكون به انفراج يوم غدت للمعلومات أن وفد حكومة الإقليم لن يلتقي بالوفود الحكومية فقط وإنما سيلتقي بالأطراف السياسية المتنفذة في بغداد كما قد نتمنى أن تكون هذه الزيارة انفراجة أو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين والانتهاء من كل هذه السوء من التفاهمات ومن كل هذه الحجد والتبريرات الموجودة التي للأسف في الأخير تضر الشارع الكردي أو المواطن العادي في إقليم كردستان نعم ماذا ترجحون في حال حشلت المفاوضات بين المركز والإقليم؟ هل أكو أمكانية أن تفشل هذه المفاوضات؟ يعني كل الأمور واردة لكن الشيء قبل التوصل إلى توجه هذا الوفد قبل الوساطات التي ذكرتها الأمريكية والإيرانية بين أربيل وبغداد كان من المتوقع أن يتخذ الحزب الديمقراطي الكردستان يوم غادر الخميس في اجتماعي للمكتب السياسي خطوات يمكن أن تكون تصعيدية ضد الحكومة الاتحادية في حال لم يتم تنفيذ الاتفاقيات بما أن الاجتماع لن يكون وأن هناك زيارة لوفد حكومي رفيع أرفع وفد من حكومة الإقليم سيتوجه إلى بغداد وسيتقي بالمسؤولين الإداريين والسياسيين أنا أتصور أن هذه المرة ستكون له النتائج إيجابية وإن لا سامح الله فشلت هذه الزيارة أنا أعتبرها زيارة الفرصة الأخيرة من أجل عدم تصعيد حكومة الإقليم أو القوى السياسية المتصدية لإدارة حكومة الإقليم فيما مقابل الجانب الآخر في الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية الموجودة في بغداد يعني كان هناك نية قوية وضغط قوي داخل حزب الديمقراطي الكولستاني من أجل تعليق المشاركة في الحكومة الاتحادية والانسحاب من اتلاف إدارة الدولة إذا ما استمرت الحكومة الاتحادية في انتهاج النهج عدم صرف رواطف موظفي الإقليم أو عدم صرف استحقاقات الإقليم بالشكل العام نعم طيب يعني في سؤال أخير لحضرنا سيد ياسين ما هو موقف الإقليم من التلويح الإيراني بالخيار العسكري ضد جماعات المسلحة المعارضة في كردستان يعني هل تعاولون على زيارة وزير الخارجية لحل هذه الأزمة يعني زيارة مهمة للسيد وزير الخارجية سبقتها زيارة من وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكولستاني برئاسة سيد بافل الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكولستاني إلى طهران قبل أيام ولقاه بمسؤولين إداريين وعسكريين وأمنيين وأيضا حضور السفير الإيراني إلى أربيل والسليمان كل هذه الجهود يمكن تؤدي إلى إما تأجيل المهلة الإيرانية أو عدم التصعيد يعني هناك جهود كبيرة من حكومة الإقليم أو قيادة الحزبين باعتبار أن هذه الأحزاب أو مقرات هذه الأحزاب متشرة في أربيل والسليمانية هناك فعلا خطوات اتخذتها قيادة الحزبين من أجل إيجاد نوع ما جو هادئ من أجل عدم التصعيد أو عدم السماح لإشتياح أو تصعيد عسكري إيراني ضد الإقليم هناك فعلا إبعاد لبعض مقرات الأحزاب الإيرانية المعارضة من الخط الحدودي أو نزع السلاح في بعض هذه المقرات لكن طبعا هذه الأمور ستحتاج إلى وقت طويل وأن الاتفاق الأمني أو المتضمن في الاتفاق الأمني من بنوت كثيرة لا يمكن حلها خلال الأيام القادمة حتى انتهاء المهلة الإيرانية لذا فالأمر يحتاج إلى مفاوضات أكثر إلى وقت أكثر إلى تفاهمات أكثر من أجل وصول إلى حل يمكن أن يرضي الطرفين سواء العراقي أو الإيراني نعم السيد ياسين عزيز الباحث في الشأن السياسي كنت معنا وعلى الهوام باشرة شكرا لانضمامك اشتركوا في القناة